موسيقى بسم الاب والابن والروح الكدس الإله الواحد أمين أهلا بكم حلقة جديدة من برنامج ساعة على الهواء النهاردة موضوع الحلقة بتاعتنا وقت الضيق في وقت الضيق ربنا يدينا نعمة ويسمعنا كلام يعزينا ويتكلم جوانا كلنا ويرشدنا بروح الكدوس عشان نعرف نكتاز كل واحد على حدة وكلنا مع بعض وقت الضيق وقت الضيق ده حاجة صعبة ومكتوب في الإنجيل كتير والقديسين والأنبياء والتلاميذ والرسل والقديسات كلهم عدوا بوقت ضيق ويمكن لما بنقرأ في الإنجيل من نادر جدا لما نلاقي إن حد من الأباء البطارقة الأولين أو الأنبياء أو التلاميذ أو في سير القديسين نلاقي إن حد كانت حياته عدت من غير ضيق أو من غير تعب الكل بيعدي في وقت الضيق والكل بيعدي في وقت يحس إن هو الوحل أو إن الدنيا مزنقة عليه أنواع من الضيق هنتكلم النهاردة عن بعضها المهمة عايزين يعني ربنا يرشدنا ويعلمنا كيف نكتاز وقت الضيق وإزاي يكون لنا إيمان وأمانة وقوة في وقت اللي إحنا فيه حاسين إن الدنيا من الترباء علينا والظروف صعبة علينا الضيق بييجي من حاجات كتير قوي الضيق بييجي من مشاكل الناس حوالينا من الشر من الظروف الصعبة بييجي من تجارب الشيطان هالربنا يقدر ينجينا من الضيق حتما يعني ده حاجة يعني مفهاش شك بالتأكيد ربنا قادر إن هو يعدي بينا كلنا من أي ضيق أيا كان هذا الضيق طب هالربنا أحيانا يسيبنا أحيانا هل أحيانا ربنا يسمح بضيق أحيان كتير قوي هالربنا يسيبنا في وقت الضيق ده مش ممكن يعني ممكن يسمح بالضيق يسمح بالضيق يسمح إن الضيقة تفضل موجودة جايز يسمح إن الشر يعكسنا حوالينا أو إن الناس تعكسنا أو الشيطان يحاربنا أو يجربنا جايز لكن إن هو يسيبنا في وقت الضيق ده شيء مش ممكن يحصل أبدا عشان كده حتى صلوات المزامير مملوئة بتعزيات وقت الضيق قل لك ادعوني وقت الضيق انكذك فتمجدني وصرخت إليك يا رب في ضيق واستجب لي يا رب وفي يوم شدتي إلى آخره فالمزامير مليانة كلها بالصلوات اللي تعزينا وتقوينا وتأكد لينا إذا كان هناك ضيق في حياتنا وقت قصير أو وقت طويل بسبب ضعف فينا أو بسبب الظروف اللي حوالينا أو بسبب ضغط الناس أو ضغط المجتمع أو ضغط الشر اللي حوالينا أو وجود تجارب من العدو كل هذا جايز لكن إن الله يتركنا في الضيق هذا مش ممكن أبدا يحصل ده احنا أولاده وعلى اسمه وهو يعني وعدنا بذلك قال في العالم سيكون لكم ضيق لكن ثقوا أنا قد غلبت العالم تعالوا نشوف كده إيه مظاهر مشاعرنا وأفكارنا بالضيق لأن دي الحقيقة عايزين نتكلم عليها شوي عشان تحس بمشاعر الضيق جواك أو عشان تفهم إنك في ضيقة بتلاقي في بعض الأفكار السلبية والمشاعر السلبي وعايزين نفرق بين الأفكار وبين المشاعر وده عدى بيه كل الناس الكبار اللي كانوا في الكتاب المقدس اللي احنا بنبص لهم كده زي إليا وزي موسى وزي أرمية وزي أشعية وكل الناس العظام اللي احنا بنبص لهم كده نبقى فاكرين هم كانوا يعني إيه جبابرة هم كانوا جبابرة وكانوا شجعان بس عدوا في وقت ضيق وأحيان كتيرا مشاعر الضيق تملكت عليهم يعني إيه مشاعر الضيق؟ يعني مثلا تشعر إن مفيش حاجة حلوة حواليك يعني مش فرحان بأي حاجة والحاجات اللي كانت بتفرحك يعني تاخد منك ابتسامة كده وبعد كده خلاص تحس إن إيه فيش حاجة بتفرح أو تحس إنك مش عارف تخرج برة مشاعر الحزن يعني مهما الناس كلموك مهما الناس عزوك إلا إن إنت في داخلك حزن أو كآبة أحيان أخرى تشعر إنك لوحدك وإنك معزول وإنك بتصرخ لربنا وممكن تتزمر كمان وإن مفيش حد يقدر يساعدك أو إن يعني كل الناس اللي حواليك تركوك واخد بالك كان ساعات داود كتير في المزامير نشعر منه في بعض الكلام إن هو يعني حزين حزن عظيم وقد ترقني الجميع قد ترقني أبي وأمي قد ترقوني يعني مفيش حد فيش حد حتى أبوي وأمي أحن الناس علي وأكتر الناس رعاية علي ترقوني لكن طبعا هو يقول لكن الرب إيه قابلني فأحيان كتيرا نشعر مشاعر سلبية ونفكر بأفكار سلبية تجاه تجاه الضيق وده معناها إن الضيقة بقت أكبر من إيماننا والضيقة بقت أكبر من أفكارنا ومشاعرنا وأكبر من قدرتنا وهل هذا يعني إن دا انقصار أو إن دا هزيمة هنقول لأ ليه لأ لأن إليه إليه النبي قوي إليه اللي صعد للسماء في مركبة نارية يعني في وقت من الأوقات جي قال لربنا قال أنا وحدي يعني أنا الوحدي أنا ما فيش حد معي خالص إليه نفسه صرخ لربنا في ضيق عظيم كان أخاب الملك وكانت إيزابل مديقين عليه جامد جدا 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 فصرخ ربنا قاله بقيت أنا وحدي أنا ما فيش غيري ساعة إحنا نفسرها إن دا كبرياء ساعة نفسرها إن دوت يعني قصر التواضع بتاعه لكن صدقوني إحنا لما نحس بالضغط اللي كان عليه وإزاي إن الملك محوط عليه بالشر وإزاي إن الشر بقى مليان في بين إسرائيل كلها ومفيش حد راضي يعبد ربنا وكل بيعبد البعض قال له أنا الوحدي بقيته أنا وحدي لكن ربنا راح طمينه قال له لأ أنت منتش لوحدك أبقيته لنفسي إيه ألاف من الركب لم تحنوا بعد لم تكسوا بعد للبعض ورب إن رحمة طيب بخطره وجب عطل الملاك ومعاه أكلة جميلة سندوتش كده لحمة طازة حلوة جميلة وطيب بخطره وريحه شوية بعد كده قاده أربعين يوم في الصيام عظيم جدا خلى إليه يرجع ويواجه أخاب ويقف قدامه وياجه كل أنبياء البعض من عمق الضيق ربنا حطه فين لعمق النصرة من عمق الضيق وكان حاس أنه هو بقى الوحيد فإذا مشاعر الضيق اللي جوهنا المفروض أن إحنا ما نستسلم نهاش الحلو في إليه أنه صرخ لربنا وعبر له عن غضبه وعبر له عن ضيق وقال له أنا خلصت عبت خد نفسي مني بقى يعني أنا مش قادر على الحياة وأنا ما فيش حد معايا وبيعبر عن ضيق وبيعبر عن حزن فدخل ربنا يتعاطف معاه ويقويه ويدي له راحة ويدي له سلام وبعد كده يصوم ويرجع يواجه خاب ويزابل وبناء على المواجهة بتاعته دي ونصرة ربنا وأنه قبل زبحته خلى كل كهنة أنبياء البعلى دول يموت ويتدبحه إلى آخره فإذا طبيعي أن إحنا نشعر بالضيق ولو أنت مش عارتش بالضيق يبقى الحقيقة حاسسنا البشرية دي فيها مشكلة لأن حتى المسيح بكى وحتى المسيح يعني بكى على قرشاليم وحتى المسيح يعني في يوم ليلة الجمعة العظيمة والجمعة العظيمة شعر بظلم الناس وشعر بثقل خطية العالم اللي هو حملها إلى آخره فالمسيح كان بكى مرة واثنين وثلاثة المسيح كان بيتألم لألم الناس وكان بيبكي على قرشاليم والنفوس اللي هي دي مش قبل الخلاص ولا قبل الكلمة ولا قبل الموعز فإذن طبيعي جدا أن احنا نشعر بالضيق وطبيعي أن احنا نشعر بالأثار السلبية للضيق لكن أن احنا نستسلم لها لا مش هو ده اللي احنا ايه هنستسلم لها هنتكلم ونشوف بسرعة إزاي نسمي الكبار دولة قومه المشاعر السلبية وقومه الأفكار السلبية مثلا موسى موسى يعني عارفين كلنا حكايته عارفين هو قد ايه كان متردد وقد ايه أنه هو كان يعني حاسس بصغر نفس وحاس أنه أضعف من المهمة اللي ربنا عايز يحطه فيها ومع ذلك أطاع ربنا وربنا اداله أن يصنع قوات أمام فرعون وفي يوم دخل فرعون وهو هرون وقال له بص يا فرعون واحد اتنين ثلاثة احنا ربنا بعثنا ليك عشان واحد اتنين ثلاثة راح فرعون أسى قلبه بزيادة وقال له طب بص انتوا كنتوا بتقدموا مثلا قد كده طوب لبن انتوا بقى بصوا هتعملوا ايه انتوا هتقدموا ضعف الكمية بتاعتكم وكمان احنا كنا بنجيب لكم القش وكل هذا الكلام واللبن من أرض مصر انتوا هتلفوا وتجيبوه وتعملوا كمان ضعف القمية اللي عليكم يعني كأنه مش ضعف الشغل ده خلاهم يعملوا الشغل المكنوش بيعملوه ويضعفوا الشغل بتاعهم كمان والحقيقة موسى يعني خرج يعني كان فاكر ان هو هيخش كده بيقول الكلمتين وفرعون يروح ايه مسلم على طول فهو خارج موسى وهرون قبلهم الرؤساء العشاير والرؤساء الناس اللي كانوا بيشغلوا الناس من اليهود من بني اسرائيل وراحوا قالوا لموسى وهرون لقد انتنتم رائحتنا امام فرعون يعني انتم اللي عملتوا ده اصقلتم علينا بزيادة وانتوا هتتعبونا وقعدوا لهم في كلام سلبي فموسى انقصر ودي كانت بداية خبرته مع ربنا وراح وقف قدام ربنا وقال له ايه انت لم تخلص شعبك قال له انا رب عملت اللي انت قلتلي عليه انا رحت الفرعون وكلمته بنفس الكلام اللي انت قلتلي اقوله ولكنك لم تخلص ايه شعبك موسى هنا احبط موسى حس ان هو بدل ما هو رايح يساعد راح لغبط الدنيا بزيادة ودي دايما خطوات الضيق دايما الخطة اللي بتكون موضوعة لان الحقيقة الموقف ده خلى موسى يصرخ قدام ربنا فراح ربنا قال لي موسى قال له الان اريك ما انا فاعله الان اريك ما انا فاعله ومن هنا ابتدت الدربات العشر ومن هنا ابتدى موسى يوم بيوم وضربة بدروة دربة بدربة خطوة بخطوة يحس قد ايه يدى الرب قوية قد ايه يدى الرب عزيزة وده اللي خلاه بعد كده يشق في البحر ويدرب الصخرة بالعصايا ويقود الشعب الى حيث لا يدري الى حيث لا يعلم ثقة واتكالا على قوة الله فاذا الحقيقة موسى هنا لما شعر بالضيق ما راحش قاعد يدور بعيد ما راحش قاعد يسيب ربنا ويمشي ويرجع تاني يرعى الغنم بتوعه ولا يقال لي عمنا ما ليش دعوة بالسكة دي سكة دي لكن صرخ لربنا وربنا وراه وقال له بص هتشوف وده اللي بوليس بيقوله بوليس يقول ايه نفتخر بالضعفات في رمية 5 آية 3 لان الضيقة نفتخر بالضيقات نفتخر بالضيق ليه لان الضيقة تنشي صبر والصبر تسقية والتسقية رجاء فاذا احنا الحقيقة لازم نفهم ان كل ضيقة احنا فيها هي مش عالفادي مش عذابه خلاص مش ربنا بيسمح بيها عشان خاطر ان احنا يعني ايه يتعبنا لا ربنا مش عايز يتعبنا او ربنا يخلينا نشعر بالقلم ربنا مش عايز يعني ده في حد ذاته مش هدف انما الهدف هو ان هو يوريك انا اقدر اعمل ايه يوريك قدرته فترتبط بيه فتحبه فتلاقي ضيقة مش ضيقة هتلاقي بعد كده اني يعني ما انا معايا اليد العزيزة ومعايا اليد القوية هتعملي ايه معايا يا ضيقة من الغلبة والنصرة معايا ومن هنا موسى ابتدى يختبر يد الله القوي وسنة بسنة بقى موسى اللي احنا نعرفه اللي ما يتهزش كده بسهولة اللي مش لما يفقوا صد البحر والدنيا مقفولة قدامه يقول لهم قفوا وانظروا خلاص الرب ايوا احنا مش شايفين حاجة يا موسى قلنا اللي انت شايفه يقول لهم انا مش شايف غير ايد ربنا يقولوا له ده البحر قدامنا وفرعون بجيش ورانا وجي هيموتنا كلنا هم يتهزوا لكن موسى ما يتهزش ليه يا موسى ما تهزتش قال لك انا تهزيت قبل كده وشعرت بالإحباط وشعرت بالضيق وشعرت بالخيبة لكن لما شفت يد الله وقفة معايا وشفت يد الله تقدر تعمل ايه عرفت وبقيت متشجع وبقيت حسيت اني اي ضيقة هتواجهني يد الله هتكون معايا ويد الله هتسندني ويد الله هتنجدني ومن هنا موسى قال اسرائيل اربعين سنة في البري اربعين سنة في الصحر ولو احنا بنتكلم على ايد ربنا مع بني اسرائيل اربعين سنة هنلاقي ان هم يعني في الصحر لا في اكل ولا في شرب ولا في حماية لكن مع ذلك كان ربنا يضلل عليهم بالسحاب وكان بالليل والدنيا عتمة عمود نور ينور لهم المحلة ودول ما كانوش عشر ولا عشرين ولا مية ولا الف ولا الفين هذا الكتاب يقول كانوا ستمائة الف ماشي ستمائة الف ده بسن الحرب يعني اضربوا في اربعة اضربوا في خمسة مثلا ولا حاجة ستمائة الف ده عدد الزكور من سن الحرب غير الاطفال غير العواجيز غير النساء الى اخره فدول كانوا في البرية بيشربوا وبياكلوا وربنا بيحميهم لغاية ما وصلهم لأرض المعاد سواء بقى كان الجيل اللي بعديه بس هم خرجوا ستمائة الف تخيلوا بقى بعد اربعين سنة كانوا كام واحد وبالتالي اختبار يد الله في الضيق من اعظم الاختبارات اللي الواحد يعدي بيها في الضيق وساعتها لما بيختبر يد الله معاه هيلاقي اني مرة بمرة وضيقة بضيقة الحقيقة يعني ما انا هقف قدام الضيقة والوحدي هتفرم هتفعصني كده طبعا منزل ورقة اللي بتتكربش لكن بيضى الله يعني ان كان الرب معنا فمن علينا ويكفي الوعد الجميل اللي هو بيقول ايه في العالم سيكون لكم ضيق لكن ثقوا انا قد غلبت العالم فاحساسك وانت داخل الضيق او في الضيقة في وسطها في اخرها في اولها هتكمل بقية العمر لكن احساسك بيضى الله جنبك هتخليك تقول ايه تخلي النار زي في الاتون كده ايه زي النادى زي ما بنصلي في التسبح فاذا مع موسى مع اختبار يد الله في الضيقة اللي اتعرض عليها في اولى ايام خدمته وفي اول ارساليته لانقاذ بني اسرائيل خليته بعد كده يشعر ان ما فيش ضيقة بعد كده هتوقف قدامي طول ما يدى الله معايا فاذا هم فايدة في الضيق هم حاجة بتحسسنا يدى الله القوي تخلينا نفهم ان مهما كان الضيق صعب ربنا قادر وربنا قادر ان هو ايه ينجينا كمان قبل ما نروح فاصل بنفتكر زي ما قلنا احساس الوحدة احساس الوحدة احساس الوحدة ده صعب بيقولك الكل تركوني الكل الى اخره وده بيبقى فقر الضيق يعني بقى هو اللي مالي مخنا ومش شايفين حاجة تاني غيره وساعاتها لازم نلجأ للصلاة وساعاتها لازم نلجأ لاستجابات سريعة من الله والندقات والواحد يصرخ بقلبه صرخت اليك يا رب اذا دعاوه تستجب لي يا اله بر لان من اكتر الحاجات السلبية اللي بتوجه الانسان في وقت ديك انه يشعر انه هو الوحد وبصراحة يعني ربنا يديني ويديكم القوة ده شيء صعب قوي لما تبقى واقف قدام ربنا وتقولها ربنا الوحدي او تشعر في داخلك ان ربنا قد تركك او ان حتى ربنا بقى من اعدائك يا ابونا هيتوصل للدرجات دي اه احيانا الواحد يقول لربنا انت ليه بتعمل فيا كده وكأن ربنا هدف انه ينتئب منه مثلا او هدف انه هو يعزبه لا ربنا هدف انه هو ينقينا ربنا هدف انه هو يخلصنا ربنا هدف انه هو يكمل ضعفاتنا ويكمل في شخصيتنا لكن انك تشعر ان انت لوحدك ده خطر عظيم جدا لاني عارف ربنا يقول لك ايه ان نسية الام رضعها انا لا انساكم يقول لك قد نكشتكم على كفي شعره من رؤوسكم لا تسقط ده كلام وعد اله هو ربنا هيقول كلمة ويرجع فيها هو ربنا هيقول كلام ويكسره هو ربنا هيوعدنا بحاجة وما يعملش بيها ده احنا اذا كنا احنا كبشر نقول لك وعد الحر دين عليه مش بنقول كده او لو قب بعد وعد لولاده بوعد ولا حاجة يحاول جاهدا انه يفضل ينفذ وعده الحسن ما يسكوش في تاني فما بالكم ربنا طبعا دي بتبقى كلها افكار شيطانية وبيبقى ان الضيق ملى قلب وعقل الانسان فالانسان يشعر ان ربنا تركه او انه مطروك في هذا العالم الوحده او مطروك في وسط الضيق الوحده ودي مشاعر وافكار لازم نرفضها على طول الناسية الام رضاها انا لأسهوزا انا معكم كل الايام والى ايه يعني الى ظهر ربنا معاكم وربنا معانا انا معاكم اقصد ربنا يقول لنا كده انا معاكم فوعمانه ايه للذي تفسيره هو الله معنا ولا اتركك واعيدك واعينك انا هو الممسك بيمينك فهذه الورعود الالهية لازم تكون واضحة قدام عينينا والانسان اللي بيصلي دايما بيكون كلام ربنا يعزيه وكلام ربنا يقويه فاذا اوعى اوعى تصدق فكرة انك مطروك او اوعى تصدق فكرة ان ربنا نسيك او اوعى تصدق فكرة انك لوحدك لا ده بصراحة تبقى خيابة قوي مننا لما بنفقد ثقتنا في وجود الله او في حضرته ملاق الله حاضر مش كده حول خائفيه وينجيهم او ينقذهم فملاق الله ده يعني المرسل من الله مشاعر الضيق لازم نقومها مهما كانت سلبية وافكارها اهم حاجة نفتكر زي موسى الضيقة بتخليني اختبر يا الضلاء تخليني اشعر بحنوه اشعر بقوته اشعر بوجوده فاتمسك بيه بزيادة اوعى تصدق فكرة انك ايه انك لوحدك اناخد فاصل ونرجع نكمل عن اهم اسلحة نستخدمها وقت الضيق اخد فاصل ونرجع نكمل الكلام اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة عايش في امان وعيوني تنام وانا متطمن اصله لا يمكن هيسدني وحيد لو في اجراح بكلام ارتاح خطري طيب قلبه الطيب وببقى سعيد اشتركوا في القناة 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 نهاري كاشف قصراري سترقاني ايدي انا مدي يقولي بالعمر معا يا مالي بالنورة بحياتي شكلتي بيدك اوقاتي لو انت يا رب بالعمر معا عجمل الالوان حليت الايام المرة بان دمت سبني ولا مرة يا مهون على قلبي الغربة حاسس بامان يا مالي بالنورة بحياتي شكلتي بيدك اوقاتي لو انت يا رب بالعمر معا عجمل الالوان حليت الايام المرة بان دمت سبني ولا مرة يا مهون على قلبي الغربة حاسس بامان اهلا بكم بنكمل كلامنا عن وقت الضيق سلاح سلاح يخلينا نكتازف الضيق السلاح ده هو التقوى والحقيقة انا في جملة كده سمعتها زمان من ابونا شيخ كميل في الصعيد في الصيود تحديدا وكان هو اراها كده من ابو شيخ كاهن الله ينيح نفسه قال ايه التقوى سلاحنا الاقوى تعالوا نحفظها مع بعض التقوى سلاحنا الاقوى ازاي ان التقوى هي اكبر سلاح للانسان المسيحي يمكن انتو كنت هتفتكروا مثلا ما اتكلم على كلمة سلاح هقول ازاي نتكلم وازاي ندفع عن حقنا وازاي نقاوم وكل الكلام ده جميل وحلو بس الحقيقة اهم سلاح نواجه بيه العدو ونواجه بيه اصوات الشر هو سلاح التقوى التقوى انك تكون انسان طقي اللي هو بالبلد كده بتتقي ربنا يعني يعني عارفين لما يكون واحد كده جبروت وماشي من الدنيا كده بسدره ومتكبر بقى وفاكرة انه عظيم نقول له يا اخي تتقي ربنا عارفين الجملة دي نقول له يا اخي تهد يا اخي تتقي ربنا اه واحد في سنك يعمل كده واحد في مركزك واحد في ابتك واحد في ايمانك او يعني سلوكك او مسيحيتك تعمل الكلام لأخي تتقي ربنا فالانسان اللي بيتتقي ربنا والانسان اللي عايش حياة التقوى الحقيقة ده انسان شجاع وده بيكون اقوى سلاح له في الضيق عارفين ساعات الواحد يروح يزور انسان يعني مريد تعبان انا افتكر يعني ربنا يرحمه ينيح نفسه الفنان جورج سيده كلنا عارفينه فنان جورج سيده في اخر ايامه كان طريح الفراش وكان يعني عنده زي شلل نصفي جامد خالص والحقيقة كنت باخد بركة انا واباك انا تكنيسة نروح لناوله وكان انسان عظيم جميل وشه مونير وعشرين او خمسة وعشرين سنة وهو في هذا المرض وفي هذا يعني حركته بالعفية وكلامه بالعفية وكل حاجة بالعفية لكن دحكته وإيمانه وبسطته يا ما عدينا عليه وهو كان صدره تعبان ولا كان المرض جامد عليه لكن كانت ابتسمته ووشه المونير كان جميل وكان مريح ما تحسش ان هو يعني طريح فراش بقاله فوق الخمسة وعشرين سنة ما تحسش ان هو مش عارف يتحرك ما تحسش ان هو حياته صعبة والمرض متملك عليه لكن كنا نشعر فيه بالطقوة كنا نشعر فيه بالسلام وبالفرح فالحقيقة الناس اللي بتعيش بتقوة الناس اللي بتعيش بإيمان بيبقى عندها ثقة وعندها تسليم وعندها التكال فممكن يبقى انت سعبان عليك حال الانسان ويا ما زورنا مرضى عندهم امراض مستعصية جامدة واللي مريض بالسرطان واللي بياخد كيماوي واللي 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 وفيه بيبقى تعبان وشاكي والضيق متملك على فكره وفيه ناس تانية بتبقى الحقيقة تشعر بالسلام طبعا ده مش بيعني انهم مش 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 يشعروا بالمرض لكن هم الحقيقة تقواهم او ايمانهم خلاهم ما يحسوش قوي بالموجوعات اللي احنا بنتوجعها ولا يحسوش قوي بالضيق اللي هم فيه فكان مستوى حياتهم الروحية فوق مستوى الضيقة وبالتالي هم عارفين ان هم في الضيقة بس عارفين يبتسموا عارفين يرتاحوا عارفين يكون جواهم سلام وبالتالي التقوى هي السلاح الضيق التقوى هو السلاح القوي اللي يخليك تعبر في الضيق وعندنا امثلة كتير يعني عندنا دانيال الواقف وسط الجب وقدامه الأسود ولو غير دانيال هيموت من الخوف هيموت من قبل ما رجليه تلمس جب تلمس أرض الجب هيموت من الخوف قبل ما أول أسد يهجم عليه لكن تبصوا كده على بعض الصور المرسومة ويا ريت كان فيه ساعتها فوتوغرافيا ولا حاجة نشوف صورة دانيال الحقيقية لكن تلاوقف دانيال قدام الأسود وما بيتهزش والأسود هي اللي وقفه واخد خطوة بعيد عنه وفرحان بإلهه اللي يقول كده إلهي أرسل ملاكه وسد أفواه الأسود طب دانيال كان إيه سر يعني جبروته أو سر شجعته التقوى دانيال كان بيصوم ويصلي دانيال كان لا يمكن أنه يأكل أكل نجاسي لا يمكن أنه يفكر في أفكار النجاسي لا يمكن أنه يمارس أي عمل نجاسي عشان كده لما كانوا أعداءه وعايزين يمسكوا عليه يقولك لم يوجد فيه علة ما مسكوش عليه غلطة رغم أنه كان دانيال عايش في السبي وعايش في وسط ناس كلهم عبدت أوسان وزي صحابه الفتية الثلاثة اللي برضو عرفوا يكتازوا في الأتون بمنتهى الشجاعة درجة يعني من كترة وهم ما كانوش خايفين الملك تقصر هو قدامهم قال لهم لا دانتوا تحمل أضوف الأتون سبعة أضعاف وما تهزوش برضو ليه؟ عشان رفضوا يزجودوا للوسن الوسن في حياتنا المال الوسن في حياتنا الميديا الوسن في حياتنا القباحة المثل في حياتنا شهوات العالم وتعظم المعيشة الوسن في حياتنا واخد أشكال كتير قوي لكن دي ناس عرفت تقول للشر لأ عرفت تسلك كما يجب عرفت تكون عايشة في حياة التقوى صحيح الناس كانوا يجتموهم صحيح الناس كانوا يقولوا عليهم دول مجنين صحيح الناس كانوا يقولوا عليهم دي ناس يعني يعني بتوع سحر وشعوزة وإلى آخره لكن هما الناس دي هاي هاي اللي كسبت الناس دي هاي اللي سلكت ليه لأنها كتعيشة حياة التقوى التقوى نقتنيها بالتوبة التقوى نقتنيها بالتوبة التقوى نقتنيها بالإيمان التقوى نقتنيها ايه بالإيمان بس قبل ما نروح للإيمان تعالوا نفتكر التقوى هي سلاحنا الأقوى التقوى هي السلاح اللي احنا بيه نغلب العالم نغلب الضيق كل ما بتكون عايش حياة التقوى كل ما انت تكون بتتقي ربنا بتخاف ربنا في حياتك كل ما تلاقي يد الله واضحة معاك اقروا الإنجيل وافتحوا سيرى القدسين وشوفوا التقوى هي ايه سلاحنا الأقوى عشان نقتني التقوى لازم يكون عندنا إيمان والإيمان طبعا بولس الرسول في رسالة العبرانيين إصحاح كامل في رسالة العبرانيين بتكلم عن الإيمان يقولها الإيمان هو ثقة بما يرجى والإيقان بأمور لتور لما تشعر إن الضيقة غلبتك مهما كانت كبيرة ولا صغيرة مهما كانت هي ضيقة حقيقية ولا أنت اللي حاطت نفسك في الضيقة وهي ما هيش واقع حواليك وكانت الضيقة دي من جواك مخاوف أو ألأ أو حاجات أحداث خارجية حواليك كل هذه الضيقة الحقيقة لما بنشعر إنها بقت أقوى مننا فبلعت سلامنا وبلعت فرحنا وبلعت يقيم بتاعنا بثقاتنا في ربنا تفهم إن الضيقة أكبر من إيماننا وإحنا عارفين طبعا إن الإيمان يكفي إيه حبة صغيرة يعني مش محتاجين عشان ننقل الجبال أو نهزم الضيق لإيمان عظيم محتاجين بس إيه ثقة في موعيد الله فاكرين التلاميذ لما كانوا مع المسيح في العصفة أصيدا أكبر درس للإيمان لأن المسيح يعني الحقيقة لمهم وعب عليهم وعليهم إزاي تشكوا والحقيقة كلنا عارفين إن هما كانوا بحارة يعني كانوا أغلب التلاميذ باستثناء متى وكانوا واحد كده بوتروس يوحنا واندراوس وغدين بالكم وعقوب بن زبدي كان فيه أغلبية منهم بتوعصد سمك فعارفين البحر وعارفين المراكم فكون إن هما يبتدوا يقلقوا أو يخافوا وينزعجوا يبقى فعلا إن هما كانوا في خطر هما كانوا في ضيق بس كان المعلم معهم وكان في سكون يعني الكتاب يقول إنه هو كان نائم على وسادة في مؤخرة السفينة وطبعا يعني المسيح نايم ويبدو إن الميا كان دخلت جوه المركب عشان يقولوا إحنا بنغرق وإن هما يروحوا يبتدوا يصحوا المعلم معناه إن هما عملوا كل اللي في إيديه لكن راحوا للمعلم قالوا له أما تبالي أننا نغرق بصوا الجملة كانت سلبية الجملة اللي راحوا بيها يصحوا المسيح من مؤخرة السفينة كانت جملة سلبية لأنه بتقولهم قاتوا بالي هو أنت مش فارق معاك يعني إحنا بنغرق فالمسيح يعني يوقف كده وقال لهم إيه ده كيف ألا إيمان لكم انتوا بتشكوا ليه كده فهم يعني الحقيقة يعني أكيد رد فعل المسيح خلاهم يسكتوا سكتوا خالص وقف المسيح الأول السفينة ومنتهى البساطة انتهر الريح وسكت البحر وصار هدوء عظيم فرحوا كلهم قالوا إيه ده من هو هذا الذي إيه الطبيعة تطيعه البحر والريح حد يكلم البحر حد يكلم الريح حد يهدي العواصف إلهي وإلهكم إلهي وإلهكم فسواء المسيح عاب عليهم تم هم راحوا ندوك يا معلم تم هم راحوا يقذوك يعني ما انت قلت دعوني وقت الضيق انقذك فتمجد هل انت رب كنت مستني ان هم يكونوا في سلام بالرغم من العاصفة دي كلها آه أتالي نبنا يسوع المسيح كان نفسه ان هم يكونوا في سلام أو لما ينقذوه ما كانوش يكونوا مرعوبين وحسين ان هم ايه هيموتوا وحسوا ان الضيقة أكبر منهم هي دي كيف لا إيمان لكم وبرضو مرة تانية كانوا مع المسيح في السفينة وبعدين المسيح كان عمال يعلمهم ويكلمهم وكان يوم طويل من الخدمة وكانوا الفرسيين يعني عمالين يصطادوا المسيح بكلمة فهو عمال يكلمهم ولقاهم هم عمالين يعدوا يقولوا ايه ده ده احنا معناش خبز يدوروا معاهم كده ويشوفوا معناش خبز فراح المسيح وقف كده قال لهم ايه ده ايه ايه ده يعني كيف لا إيمان لكم وقعد يقول لهم هو احنا لما كنا في المعجزة اللي أكلنا فيها خمس تلاف واحد كان معنا كم خبز اللي خمس خبزات وسمكتين طب والمرة التانية لما أكلنا تلات تلاف قالوا له كان معنا سبعة أرغيفة وقليمة لهم كيف لا إيمان لكم ألا تفهمون ألكم أعين ولا تبصرون ألكم أزان ولا تسمعون يعني مسيح سعتها عتبهم جامد قوي لهم كيف لا إيمان لكم لما نامنا معاكم ما تقولوش تقولوا بقى البحر عظيم والنطرة والهوى تقولوش تقولوا معناش خبز الإيمان الإيمان زي ما التقوى سلاح الإيمان سلاح آخر إزاي إحنا نكون يعني لنا ثقة ولنا إله بهذا العمل وبهذا القوة وهذه القوة ونلاقي نفسنا نحنا نشعر أننا مطرقين في مهب عواصف العالم ولا مطرقين ومعناش خبز ناكل ونشرب إزاي فربنا يقولك ده كلام ده مفروض نرفع إيماننا وتقوانا بحيثه بأكبر من الضيق ما يبقاش الضيق أكبر من إيماننا ولضعف الإيمان ده محتاج برضو توبة والشك ده محتاج توبة لأن الحقيقة أنا وإنتم محتاجين يكون عندنا إيمان يهز الجبال يعني محتاجين يكون عندنا إيمان يخلينا نكتاز ونكون في سلام دائم طبعا ده يعني قام عالي قوي بس لازم تكون قدام عينين فاكرين قديس البابا كيرولوس السادس اللي هو مقولة جميلة يقولك إيه لا يوجد شيء تحت السماء يقدر أن يزعجني أو يقدرني يا يا سيدنا إيه ده الثقة دي الإيمان ده يقولك إذا ما فيش حاجة تحت السماء تزعجني ده إيه الناس دي بني قدمين زينا آه بني قدمين بس يحبوا ربنا واختبروا ربنا وعارفين قوت ربنا وعندهم إيمان بربنا يقدر يعمل إيه قلت لك لأني محتمي إيه في أحضان المراحم حقز على ينبوع من التعزية ويا نبيع الله لا تفرغ أبدا فإذا المسيح مع تلاميذه علمهم الإيمان مرة واثنين وثلاثة وعشرة ومعجزات اللي عملها كل هذا الكلام بعد كده تلاميذ بقى هم اللي قادرين ينقلوا هذا الإيمان للمؤمنين وللتلاميذ البداد وكل اللي عمدوهم على مر الزمن ومر التاريخ وإحنا كنيستنا الإبطية تشهد بأعمال الإيمان ومعجزات الإيمان فالإيمان صلاح ضد الضيق يبقى التقوى صلاح من الأقوى والإيمان لازم يكون أقوى من الضيقة مش العكس مش الضيقة هي الأقوى من الإيمان قبل ما نروح فاصل تعالوا نتكلم آخر حاجة الأمانة في وسط الضيق ده سلاح برضو تبقى سلاح التقوى وسلاح الإيمان وسلاح الأمانة يعني إيه الأمانة في وسط الضيق فاكرين داود لما كان هربان من شاول كان شاول دا ملك ومعه جيش ورئيس الجيش ملك شاول وكان جبار يعني شاول دا دخل حروب قوية جدا وعمليق وكان ربنا مديله جبروت لكنه طبعا قصر الأمانة شاول قصر الأمانة وبنفتكر الحكاية لما صمويل ربنا قال لي صمويل روح وقل لي شاول يروح عمليق ويخش الحرب وانا هتديله قوة وينتصر لكن لا يبقي على شيء من عمليق لكن الحقيقة شاول ما سمعش الكلام ودخل الحرب ورجع بغنايم بقر وا 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 إلى آخره فربنا يعني رفضه وكلم صمويل كده وقال له روح شوف شاول دا عمليه وراح شاول وراح صمويل صمويل آسف ربنا قال له روح شوف شاول عمليه فصمويل راح وهو رايح كده بيتكلم سامع عمليه يسمع صوت البقر والغنم يقول له ها يا شاول ايه اللي انت عملت قال له انا عملش حاجة انا عملت لربنا قال له طب ايه البقر دا قال له لا ده انا جايبهم اقدمهم ايه زبائح لإلهك قال له كده إلهك فسعتها صمويل قال له يعني هو المصرط ربنا باستماع كلمته أم بالتقدمات تاني قال له كده مصرط الرب باستماع كلمته أم بالزبائح والتقدمات فالأمانة في وقت الضيق تخلينا نسلك بأمانة حتى وإحنا في عزة الضيق بلاش بقى نخبط يمين وشمال بلاش بقى نقعد نجرب ونشوف طب مين هيساعدنا ونسلك مسالك بتاعت العالم ونسلك مسالك وإلى آخره كل هذا الكلام ليه؟ لأن داود الغلبان اللي كان هربان من شاول وكان ملموم عليه يعني شوية كده رجالة حواليه لما جيه شاول يدخل جوه المغارة اللي كان مستخب فيها داود داود رفض إنه يمد إيده على مسيح الرب رغم إن شاول كان غلطان وكل اللي كانوا مع داود قالوا له دا ربنا جابوا لغاية عندنا قال لهم لا أنا يعني ما أقدرش أمد إيدي على مسيح الرب وبالتالي كان داود أمين من ناحية تانية شاول بقى تفتكره لما يعني كان محتار فرح للعرافة رح للسحر رح للعرافة تندهله صمويل عشان يكلمه طبعا سمويل جيه ويكلمه بس مش بيد العرافة حتى في الكتاب المقدس العرافة خافته وجريت ما صدقتش لكن سمويل انتهر شاول فشاول في وقت ضيق والبتاع ما كنت تصلي الربنا ما كنت تشوف من الأنبياء ما كنت تشوف تروح للعرافة تروح للعرافة عشان تنقذك وده وجد لك حل الشياطين لكن داود كان أمين في عز الضيق وكان داود نفس الكلام على يوسف ويوسف بقى بيحمل في داخله الأمانة والتقوى والإيمان ثلاثة اللي احنا بنقول عليهم فسلحنا في الضيق هي التقوى التوب والنقاوى سلحنا في الضيق الإيمان التمسك بوعود ربنا وأن يكون إيماننا أكبر من أي ضيق احنا بنوجه نتألم ماشي نحتار ماشي نتعب ماشي لكن الضيق يتملك علينا لا كمان الأمانة في وسط الضيق إزاي تسلك بأمانة إزاي تضع جمر نار على رأس أعدائك إزاي أنك تسلك بأمانة إزاي تكون واثق أن الرب لا يترك عصى الخطاء تستقر على نصيب الصديقين لكي لا يمد الصديقين أيديهم إلى الإثم احنا أغنية جدا بيضى الله أغنية جدا بالإيمان بيضى الله أغنية جدا بعمل الله في حياتنا فما ينفعش أبدا نفتقر لخبز ولا نفتقر لضيق ولا تكون حاجتنا في يد حد تاني ونخاف لأن إيمان وثقة في عمل الله ندعوه في وسط الضيق ناخد فاصل ونرجع نكمل دور الصلاة في وقت الضيق من آلن اللي خلقني من آلن اللي خلقني من آلن أنا الوحدي وإنت يا إلهي جنبي ومعايا كل أيامي من آلن اللي خلقني في بيئاتي في بيئاتي مش سامعني ولا شاهدني في ألامي من آلن أنا الوحدي وإنت يا إلهي جنبي ومعايا كل أيامي مش هدل غيرك إلا حياتي يا ربي بقدم لك صلاتي ده أنت النور اللي بينور كل عمري أيامي بكلامك هتحييها وسنين الخير بارك فيها خلني دايما وياك أملك أمري أملك أمري من قلبه حنين زيك من عنده أحساس حبك ووهيبلي أحلى حياة من وياه أنا من طلبك من زيك هيكون ممكن ده مفيش بلك إله مش هدل غيرك إلا حياتي يا ربي بقدم لك صلاتي ده أنت النور اللي بنعوّر كل عمري أيامي بكلامك هتحييها وسنين الخير بارك فيها خلني دايما وياك أملك أمري أملك أمري يا إله أنا كل ما إنك أبو يا الحنان ومعاك طريق أكمل والإسمك دايما نعلي سورتك قدامي تملي أنا لدي قلبي بسلم مش هدل غيرك بلا حياتي يا ربي بقدم لك صلاتي ده أنت النور اللي بنعوّر كل عمري أيامي بكلامك هتحييها وسنين الخير باريها خلني دايما وياك قبلك أمري قبلك أمري مش هدل غيرك إلا حياتي يا ربي بقدم لك صلاتي ده أنت النور اللي بنعوّر كل عمري أيامي بكلامك هتحيها وسنين الخير بارك فيها خلني دايما وياك أملو بأمري أملو بأمري أملو بأمري أهلا بكم بنكمل كلامنا في وقت الضيق أكبر معونة للإنسان ربنا الدهالة وأكبر نعمة هي الصلاة عشان كده رب المجد يسوع علمنا إزاي نصلي وكانوا التلاميذ بينبهروا من وقفة صلاته يركع ويصلي ويقضي الليل كله في الصلاة في جبل الزتون مش مرة واتنين ده كان كتير هما كانوا يناموا منه وكان يقعد يصلي ودرجة هما قالوا له علمنا كيف نصلي اللي بنتعلمناه في المعابد اليهودية ومن تلاوة للمزامير كل هذا الكلام كانوا ينبهروا من عمق صلاته وكذلك يعني داود النبي في صلاة المزامير ودانيال النبي لما كان يصلي مرة واثنين وثلاثة كل يوم ومش ممكن يفوت صلاته ومش ممكن يفوت صومه شفنا صامويل النبي لما كان يسمع سمع كده تكلم يا رب فإن عبدك سامع شفنا الزبائح اللي تقدمها بقنا إبراهيم وزحاء ويعقوبه وكله ملكي صادق وكل هؤلاء شفنا إزاي في صلوات عميقة في الكتاب المقدس في العهد القديم وفي العهد الجديد وإزاي إن الصلاة نعمة كبيرة من ربنا تخلينا نعرف نتقوى ونعرف نعدي في وسط الضيق يعني مثلا فيه سؤال جاي بيقول ليه ربنا بيسمح بضيقة في وقت الواحد كان منتزل فرحة كبيرة ما هو أنت شعر إنها ضيقة أكبر منك عشان أنت مش واخد سلام مش واخد قوة نقصين صلاة أحيانا العراق اللي بقى جوه البيوت أو الخناء كل واحد شعر بديك وعمال يطلع غلبه في التاني عشان هو مش متعزي ما ده نقص في الصلاة زي كده واحد بطاريته فاضية مش هيعرف يشغل حاجة مش هيعرف يكون إيجابي مش هنفع يكون عنده طاقة ليه لأنه بطاريته فاضية طب نعمل إيه نملأ البطارية نمرأ البطارية إزاي صلاة المزامير القوي الأدسات الجميلة تسباحة اللي بنروح نصليها العبادة بكل أشكالها إحنا كنا يسنى اسم الصليب يعني النهاردة عندنا أدس واثنين كل يوم خسد جسد المسيح ودم وموجودين على المسبح يعني في متناول إيدينا كلنا الاعترافات أو الأباء اللي ياخدوا توبة مننا ياخدوا توبتنا ويرفعوها لربنا الحقيقة يعني كنايس بقت يعني مليانة بالكهنة والاعتراف مجاني يعني الاعتراف التوبة مجانية والزبايح موجودة فكل الكلام دو يخلينا أقوى من مشاعر الضيق فالشعر إن الضيقها كبيرة في وقته ومستني فرح باجع نفسك لعله تكون أنت اللي ضعيف أصادل الضيق معنا تليفون من ماهر أهلا بيك يا ماهر أهلا بيك الضيق نعديه واحنا عندنا إيمان عارفين فكرة التلمازة وروح التلمازة قوي جدا يعني الواحد ممكن يروح بالداية يركع ويصلي ويروح يقعد مع أب اعتراف يقول له أبونا صليلي وأتوب عن خطيائي وأتقوى وأتعزى نفس السؤال الواقع اللي بيقول عليه ماهر بيقول أنا وقعت في مشكلة وربنا نجاني منها لكن الشيطان دايما يقول لي توقع مشكلة تاني ومش هينجيكي منها طيب ما دا إيلة إيمان ليه أنا بسمع صوت الشيطان فلما سؤال بيقول أعدي زي وقت الضيق واحد هنصلي هنتقوى هنجدد إيماننا هنصبر هنبقى متأكدين أن ربنا معانا عمرنا ما نسمع الكلام السلبي بتاع الشيطان ما هو اللي بعد سؤال دا بيقول الشيطان بيقول لي طب انتي ليه بتسمع كلام الشيطان ليه بتسمع كلام السلبي بتاع الشيطان وبرضو لأن إحنا مطروقين قوي عينينا للميديا وللأخبار وللخبرات الناس وكل هذا الكلام وسيبين الإنجيل الجميل بتاعنا وسيبين الأكبية الكنز في منتهى الجمال تعرفين صلاة باكر في المزمور الخمستاشر يقول إيه احفظني يا رب فإني عليك أتوكل بص احفظني يا رب دي يعني كل يوم السبح انت لما تصلي تقول احفظني يا رب فإني عليك أتوكل طب عايز نقول إيه تاني يا ربنا ليه ليه مش هيصدق ليه مش مصدقين كلام ربنا ليه إحنا ما عندناش الثقة في وعود ربنا فالصلاة المتكررة تقوي الإنسان فتخلي الضيقة صغيرة مش كبيرة فبقى إيماننا ونفسيتنا وروحانياتنا أكبر من الضيق أكبر من المرض فكلمة ضاقة بها النفس دي كان البابا شون ده يقولي الكلمة دي لاينا هي تسمي الضيقة لأنك ضاقت بها النفس طب تعالوا نوسع النفس شوي هنوسحها ازاي غير بالعمل الروحي غير بالعبادة غير بالتوبة غير بالتقوى غير بالإيمان غير بالأمانة كل الكلام دوت يوسع لإيه يوسع النفس عارفين المزمور برضو ستة وعشرين الرب نوري وخلاصي ممن أخاف الرب حسن حياتي ممن أجزع عندما يقترب مني الأشرار مش كده عداي إيه سقطه ونصطخ ربنا أقوله لألا يقول عدوي إني قد قويته عليه لم نقول يا متى يا رب تنساني أو أنا مش حاسس بإيدك لكن لكني أعود وأقف أمام إيه هيك الكدسك هرجع هرجع بقوة وأشكرك وأقدم لك الزبائح كل هذه الصلوات وكل هذه الأعمال العظيمة اللي بنقدمها لما نفتكر ربنا وأعمال أقصد عمل روحي بنقدمه بإيجابية بتقدمات بنقدم توبة بنصلي بنروح الكنيسة بتصبحها بتخلي النفس فرح مش كلنا بنقعد نحب قوي سبعة واربعة ونحب قوي تسبحة كياك ليه بنوبة فرحانين فيها ونطلع فرحانين كده تسبحها والصلاة تدي للإنسان طاقة وتدي للإنسان إيه معونة كمان في وقت الضيق في مزامير اسمها مزامير الرجاء مزامير الرجاء المزامير دي اللي هي هتلاقي أغلبها هتلاقي أغلبها في صلاة الساعة الثالثة يبتدي كده بيستجيب لك الرب في يوم شدتك فمزمور 19 أول مزمور في الصلاة الساعة الثالثة الحقيقة مزمور كله إيجابية مزمور كل أفعاله إيجابية يستجيب ينصرك يرسل لك يذكر جميع زبائحة يعطيك يعطيك الرب حسب قلبك هولئ بمركبات هولئ بخير نحن باسم الرب لنا ننجو هم عصروا وسقطوا ونحن قمنا وانتصدنا يا رب خلس ملكك واستجيب لنا يوم ما ندول قد إيه المزامير قوي قد إيه الإنسان المريض يعود يصلي مزامير قد إيه الإنسان اللي ترك أو يعني شغله مشو منه وبيدور على شغل يعطي يصلي في مزامير الرجاء دي قوله الرب يرعاني فلع يعوزني شيء قد إيه الإنسان اللي مستني نتيجة تحليل صعبة ومستني يعني أمل يصلي مزامير ويقوله يا رب انقذنا هالربنا يعني ينقذنا من الضيقة كده فجأة لا مش شرط مش شرط عشان الواحد يكون أمين معاكم إحنا ربنا يقصد الضيق زي ما حد بعت من السؤال بس تأكد تأكد هيعدي بيك منه تأكد هيبعت لك كل المعونة اللي محتاجها تأكد هيعدي بيك في كل حاجة فلما بنصلي وبنرمي حملنا على ربنا ربنا بيرسل تعزيها سماوية مجيدة قل لك لا ينطق بها لأن فرح المسيح وفرح الله في قلوبنا مش معناه دايما نراح داكن معناه نصرة مش معناه إن إحنا ارتحنا من الحرب أو ارتحنا من الضيق لكن معناه إن إحنا انتصرنا في الحرب أو انتصرنا على الضيق فدي تعزيه ربنا لنا فاللي تعبان اللي مريد اللي مستني يعني أخبار حلوة اللي يعيني يعني في ضيق ما بسبب احتياجات أو بسبب فقر لشغل أو بسبب مرض أو عارفين كلنا بنعدي مستنين خبر قضية مستنين نتيجتها ظلم 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 مستنين يترفع عننا كل هذه الأمور بننجو بننجو منه إزاي بنصرخ لربنا نقوله إذا دعوت استجب لي يا إله بري وحتما حتما وأكيد إن ربنا لا يترك أبدا محبي وربنا لا يرد أبدا أو يسد أذنيه عن كل الذين يصرخون نحو صدقوني ده حتى لو أنا بقولكم سلحنا هو التقوى ده حتى لو واحد إنسان وبعين عن ربنا وبيصرخ إليه ربنا بنجي يا أحبائي فأخر الحلقة نحب نقول كده لنا إيمان لنا طقوى لنا أمان ده المجهود اللي بنقدمه من ناحية ناحية تانية النعمة الإلهية بتشتغل والنعمة الإلهية بتغلب دائما في العالم سيكون لكم ضيق لكن ثقوا أنا قد غلبت العالم لجدة إيماننا إلهنا رؤوف رحيم لا يتركن أبدا ويمدي إيده وينجي ويقوي من الضيق ربنا يحفظنا جميعا لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن إلى الأبد آمين موسيقى 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 موسيقى